السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هاي السنة والسنة الجاية إن شاء الله شركة أوبو ناوي تلعب بنظام الحرب المفتوحة مع المنافسين يعني يتنزلك أجهزة قوية وبسأر تنافسي وتغير من سياسة التسعيل العالي اللي معروف عن أجهزة أوبو بس الخصوم من شاومي وسامسونج مغافلين عن حركات أوبو وأكيد مستعدين للمعركة الجهاز اليوم نازل قبل وعدل للساحة ويصيح هل من المنافس؟ فخليكم يايا وهسا راح تعرفون كل التفاصيل بس قبل عكيد نريد لايك من إيدك للفيديو واشتركوا بالقناة داما مشتركين ومشكورين على الدعم يلا نبلش أنا محمد وهنا بيكم في فيديو اليوم تلفوني يا أصدقائي هو الأوبو الأي 58 أحد التلفون من أوبو نزل للسوق العراقي وواصفاتها محترمة مقابل السعر ممتاز جدا بالنسبة لمعايير أوبو سعر التلفون 149 دولار يعني تقريبا ما يعادل 225 ألف دينار عراقي حسب سأر الصرف لحظة إعداد هذا الفيديو فليستاهل تدفع بهاي الفلوس؟ هذا اللي راح تسول في اليوم فتأكد تشوف الفيديو للنهاية حتى تعرف كل شيء بالتفاصيل عنه نبدو يا شكل التلفون طبعا ملاحظ أني دائما خلال تجربتي الطويلة أنه أجزة أوبو دائما تتفوق على بقية أجزة علم الأندرويد بهاي الفئات السعرية من ناحية الكواليتي ومتالة التصنيع بعدها تجي تشوف ظهر الـ A58 راح تشوف صح مصطوع من البلاستيك بس فينش راقي حيل ومصناعية ممتازة وبظهر طافي ما يخلي أثر البصامات أصابعك والحواف هنا محادة وهذا الشي راح يخلي مسكة التلفون مريحة بإيدك وزنة ثقيرة شوية مو من عوايد أوبو تقريبا 192 غرام بس التلفون نحيف بسمك أقل من 8 ملنم طبعا هذا التلفون موجود بيه لونيين هذا اللون الأخضر الجميل اللي تشوفوه قدامكم وكو بعد لون أسود بس الشي المميز بالـ أوبو A58 إنه مقاوم رذاذ المي معيار الـ IP54 يعني يتحمل لك رشقة وبالمي بس مو غمر هذا أفضل من الـ IP53 اللي موجود في معظم التلفونات وبهاي الفئة السعرية وطبعا هنا عندك البصمة الجانبية مدمجة ويزر الطاقة أداها سريع وحلو مثل ما متعودين عليها من أجزة أوبو شي الثاني المميز بالتلفون هي شاشته وصوته واللي تعتبر ممتاز أفئاته هذا التلفون يجانب شاشة أملاقة في الفيل الاقتصادية فلات عجمها 6.72 إنج ودقة Full HD Plus وطبعا نوعها LCD ولكن ترددها 60 هيرتز فقط هذا الشي طبيعي بحكم فئة الجهاز السعرية تمنيت تردد الشاشة 90 هيرتز حتى يكون أكو فرق بالسلاسة وهذا الشي رح تلاحظه خصوصا إذا كنت تستخدم شاشاته تردد 90 أو 120 بترجع للـ 60 بس الشاشة رغم أنه LCD رح تتونسون بألوانها قل لي شلون لأن الشاشة هنا تدعم لك الطيف اللوني لأدقة DCI-P3 كالأرقامة 100% يعني أنوان أفضل ودقة ووضوح عالي وياها كثافة بكسلات محترمة 392 بكسل لكل إنج طبعا شوف لي هنا الشاشة هنا تستحوذ على أكثر من 91% من وجهة التلفون يعني زواير فرجة بالشاشة مريحة وتتونس بها من تشوف أفلام أو مسلسلات أو حتى تتفرج لك لعبة بتلفونك حتى باستخدام الشاشة خارج البيت شفتها مريحة نوعا ما لأن الـ Brightness أو سطوحها يوصل إلى 680 شمعة أكيد ما رح يتقارن بأجهزة ألف شمعة وفوما فوق ولكن متوسط وتقدر تستخدمها برا البيت بدون مشاكل بما أنه إحنا نستخدم الشاشة لفترات طويلة أو بوضافة لخاصية الـ Eye Comfort اللي دي طريقة استخدامك ومدة استخدامك للتلفون وكمية الأضاءة اللي موجودة وراح يضبط لك أفضل أضاءة ممكن أن تساعد عينك بمساعدة الذكاء الاصطناعي وبالتالي تنطيك شاشة واضحة للقراءة بالنهار وتخفف من إجهاد عينك بالليل وهذا الشيء مهم جدا للناس اللي تستخدم التلفون بكثرة حتى تحافظ على عيونك بس اللي نادر هنا أمانة نحتيها نشوفها بهاي الفيس سرية هو عندك سماعتين السيريو سبيكر طبعا هنا سماعات عالية ومرتبة قوية الصوت منها حلو وممتاز وواضح عندك وضع اسم ألترا فوليوم يرفع لك مستوى الصوت على 300% من دون أن يأثر على فقدان الجودة بصراحة استمتعت بجودة الصوت على هذا التلفون والنتيجة اللي تشوفه قدامكم خير دليل نجح على جانب آخر ممتاز بالتلفون هي بطارية أوبو معروفة واحدة من أكثر الشركات اللي تعتيني وتهتم بالبطارية وتنطيك دائماً أداء قوي والعادة عن بطارية الأملاق اللي قدرتها 5000 كميلي أمبير فالموبايل هذا يدعم لك شحن سلكي سريع سوبر فوق بقدرة 33 واط طبعا نحن نشوف إجهزة فلاكشب واسعارها فوق الألف دولار موسطة لهذا الرقم مع الشحن طبعا تعرفوني لما نقصد المهم هذا ترفوني شحلك البطارية من صفر إلى 100% خلال ساعة وربع تقريباً وتنطيك أكثر من 50% شحن 16 ساعة تقريباً تتفرج فيديوهات على يوتيوب 5 ساعات متواصلة تلعب جيمينج خلال استخدام من المكثف للتليفون بشتني هاي البطارية 7 ساعات ونصف تقريباً وبقى 5% شحن بالجهاز تالي الليل وبالاستخدام الطبيعي عبرتني اليوم ونصف بشكل طبيعي وضع الستاند باي بالجهاز رهيب بصراحة لأن نمت بحدود 8 ساعات وقعدت 2% بس من البطارية ضارت لا نجي نحجي على الأداء الأي 58 تليفون اقتصادي فلت تتوقع تحصل على أداء عالي خصوصاً بالألعاب المعالج هنا موجود من ميدياتيك الجيه 85 معالج جيد ومجرب سابقاً بهواي جزء من ناحية التصفح في سبوك انستا تيك توك في الجهاز ممتاز وسلس وأداء عالي وليساعد أكيد سوفتوير أوبر رهيب الكيلر أو اس 13 طبعاً أداها عندك رام 8 جيجابايت تقدر الزيدة إلى 8 ثانية يعني رح تحصل على 16 جيجابايت رام وهذا كلش مهم رح يساعدك إذا كان استخدامك مكثف وياها ذاكرة جبيرة خير من الله 128 جيجابايت فيعني رح تحصل على أداء جيد مقابل ما تدفعه من الفلوس وأكيد رح تسألني هنا أنا أبو جاسم شنو رأيك بالألعاب شوف يوم مع زوز العين والسلامة مدام جهاز اقتصادي فأكيد ما رح تقدر تشغل لألعاب براحتك تقدر تحمل أي لعبة من متجر جوكل بلاي بس تلعبها بأعدادات عادية باب جو كولوف ديوتي رح تقدر تلعبهم بس بأعدادات متوسطة طبعا هنا باب جتتني بهذا التلفون تقريبا 40 فريم وهذا شيء ممتاز بالنسبة الجهاز بهذا السعر أما هذا أنت من الناس اللي تدور فريمات عالية ورسومات وغرافيكس عالي فالجهاز ما رح يفيدك أقول لك ياه من هسه ولازم تكمل فلوسك وتصعد اللفل الثاني أعلى من هذا اللفل لأن معظم الأجهزة بهاية السعرية ما تكون مخصصة للألعاب لانا عندك كاميرتين بالظهر أساسية دقة 50 ميكابيكسل فتحة عدسة F1.8 تدعم لك تركيز التلقاء للصورة وبصراحة هي هاي رح تعتمد عليها تنطيق صور قوية خصوصا بظروف وضاعة جيدة وديناميك رينج ممتاز وتشبع عالي بالصورة حتى معالجة الأنوان جيد لأن أوبو مرتكزة بها على ذكال صناعي اللي معتمدت صار لها خمس سنوات وواصل المرحلة رهيبة عدسة ثانية هي للبورتري أو الديبث دقة 22 ميكابيكسل تنطيق عزل حلو للصورة وتعزل الهدف اللي تاخد لصورة عن الخلفية والنتاج اللي حصلتها من هذا المتحسس مقبولة وتقدر تعتمد عليها كاميرت سير في دقة 8 ميكابيكسل والتي تتوقع تحصل على انتاج مبهرة والصور منها لطيفة بس مو أفضل شي تطلع لك بلقطات حلوة وتعتمد على الوضع اللي تاخد في الصورة والأضاء المحيطة بيك بالنهاية يا أصدقائي الأوبول اي 58 قدم لك خلطة محترمة من المواصفات مقابل السعر تجنة تدور على تليفون جودة تصنيع مرتبة وقوية شاشته بطاريته عملاقة وذاكرته عالية وأداءه مستقر ودعم 3 سنوات تحديثات أندرويد و4 سنوات تحديثات أمان فيأكيد أشوف هذا الجهاز وخيار ممتاز وعملي موجود بهذه الفئة السعرية بس إذا أنت جيمر تشغل بي الألعاب القوية وتريد فريمات عالية فيأكيد ما راح نصحك بيه وقل لك روح شوف خيارات غيرها لكن هي تبقى رغبتك واختيارك بالنهاية هذه كل ميزات وعيوب الجهاز أمامك شوف شنو لي ناسبك وبعدها قرر شكرا لكم وشكرا حسن متابعتكم راتزون تتابعونا لبقية صفحاتنا كل الروابط تلقوها بالوصف أسفل هذا الفيديو وشوفكم إن شاء الله بالفيديو تجايب خير وصحة وسلامة في أمان الله